وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عاد المجاهد من القيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري استعرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطة تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال وكذل الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع